اشتركوا في القناة من عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة منوها بما اكد عليه جلالة الملك المعظم واخيه جلالة ملك الاردن بشأن دعمهما لكافة الجهود الرامية الى ايجاد حلول دائمة للازمات في المنطقة بما يسهم في ترسيخ دعائم الامن والاستقرار فيها وتحقيق التنمية والسلام والازدهار لشعوبها بعدها هنأ المجلس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان بمناسبة تعيينه وليا للعهد في امارة ابو ظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان بتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائبا لصاحب السمو رئيس الدولة الى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد الانهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد الانهيان لتعيينهما نائبين لحاكم امارة ابو ظبي متمنيا أن تعزز هذه التعينات مسيرة الازدهار والتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقق تطلعات شعبها الشقيق ثم أكد المجلس اهتمام مملكة البحرين بدعم كل ما من شأنه ترسيخ قيم المحبة والسلام في العالم وذلك في ضوء اليوم الدولي للضمير الذي اعتمدته الأمم المتحدة استجابة لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رحمه الله والذي يصادف الخامس من إبريل من كل عام بعدها أشاد المجلس بمناسبة يوم الصحة العالمي بالجهود التي تبدلها الكوادر الطبية والصحية في تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين مؤكدا أن عطاء الكوادر الطبية وجهودهم الكبيرة محل تقدير واعتزاز من الجميع بعدها قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرت اللجنة التنسيقية بشأن إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية والتي تستهدف تقديم المميزات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية حيث سيستفيد من المميزات المتعددة للرخصة الذهبية الشركات والمؤسسات التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها في المملكة وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي مذكرت اللجنة التنسيقية بشأن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الرابعة مذكرت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرات تفاهم بين جامعة البحرين وجهات إقليمية ودولية للتعاون في المجالات الأكاديمية والتعليمية مذكرت وزارة شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفع العامة للتطوير العمراني مذكرت سعدة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب حول الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي مذكرت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على أربع اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتي تضمنت إحصائيات تعكس عمل الوزارة خلال عام 2022 في مختلف مجالات اختصاصاتها بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزير الخارجية بشأن المشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر